على خلاف ما نقلع لنا قبل الإسلام قامت حضارات عريقة في شده الجزيرة العربية أهم عالي الحضارات هي حضارة ثمود حيث استقرت على ضفاف البحر الأحمش أيضا يخوننا التاريخ بموجودية مملكة جنبا وقد قال لنا نؤرخون اليومانيون أن هناك حضارات أيضا عريقة جنوب الجزيرة العربية كحضارة سبق وحضارة حضر موت وحضارات أخرى أيضا أن الحضارات الجنوبية كانت أكثر تقدم على ضمن المؤرخين في ذلك الوقت أيضا قامت بعض الحروب حيث بلت مملكة حنيف مملكة السبق وفي هذا الوقت أيضا بدأت تبشير المسيحي حيث استقرر الكثير من المبشرين في جزيرة العربية ونقلوا المسيحية إلى شبه الجزيرة العربية أيضا هناك اليهود الذين تعرضوا الابتهاد في المملكة أو في مملكة فتمت حجرتهم إلى شبه الجزيرة العربية واستقروا في عدة مناطق أكثر مناطق التي استقروا بها هي مناطق الشصبة وبنوا لهم التجارة حيث أيضا تنقل كثير من العرب ديانة اليهودية وأصبحت الشبه الجزيرة العربية مركزا من الموزاجيك في الديانة المسيحية والديانة اليهودية إلى جانب بعض ديانات الخنفية في مملكة حمير جميعا تنقت الديانة اليهودية وأيضا في مملكة كيندا تنقت الديانة اليهودية لدى العرب براء النازل المسيحية واليهوبية كانوا على اختلاص جدا مباشر بين الأول والقرن المئة بعد الميلاد ظهرت الكعبات حيث انتشرتها للكعبات في عدة قبل أو عدة ممالك تزازير العربية وأصبحت كل قبيلة كعبة يضوفون بها مما أدى إلى انتشار التجارة وأصبحت التجارة تغزو المنطقة فكان هناك تجارة في البحر الأحمر عبر النيل وأيضا كان هناك تجارة تأتي الفرات انتصل العرب إلى العرب الشماليين والعرب الجنوبيون وهكذا بما تقسيم العرب في شبه الجزيرة العرالية حتى أن مملكة حمير في الوقت 1 إلى 600 كانت ديانتها المسيحية ولكن أو قرب الحميري تنقى اليهودية بل وابنه دون نواس بدأ في اتهاد المسيحيين في مملكة حمير حيث وعد هذا الاتهاد إلى تضاف الممالك المسيحية كمملكة أكسوم أو الحبشة مع بعض العرب المسيحيين وقد غزوا مملكة حمير ويقال أن دون نواس قد قتل أو كما يقال أنه انتحر بعد أن رأى أن جحافل الأجلوش المسيحية تغزوا بلاله ولذلك أصبحت مملكة حمير مملكة تابعة لمملكة أكسوم أو مملكة الحبشة وأصبحت الديانة الرسمية بها المسيحية وعندها ظهر أبرحة أي أبرحة الحبشة الذي كان يحكم في ذلك الزمان إذن حمير احتلت سبب وحبشة احتلت حمير وحولت دياناتها من اليهودية إلى المسيحية وبذلك انقسم العرب بين المسيحيين ويهود وأحناف وعدة ديانات أيضا هناك لكن لم تكن هذه الديانات أبدا مصدرا للثلاف فيما بينهم تحدثنا التاريخ أيضا أن قهور المدن كان أيضا نقص التحول حيث بدأت ثلاث قبائل يهودية بالسكن بيسرد ونتحق بهم من اليمن الأوس والخزرج وأسسوا المدينة على غيراري ما كان يحدث في المدن الأغريقية اشتعلت هذه المدينة بالتعدد الديني والتجارة أيضا والزراعة حيث وصلت هذه التجارة إلى قاسي بلاد الروم عبر الغساسنة وكما تراحبون في الخريطة هنا بارت التجارة في المدن القريبة من البحر والمدن نسبيا الماطرة وشدلوا العرق المدن نسبيا فازدعرت هذه المدن واستعرى حق التجارة في هذه المدن بلد المملكة الرومانية بعيدة عن شبي جزيرة عربية لأنها لم ترى فيها مفعا ولكن ضارت مملكة الغساسنة المسيحيين الذين كانوا يحمون صهور بلاد الروم من غزو العرب وهم الغساسنة العرب ولكنهم كانوا مسيحيين كما قمنا اشتارت للتجارة ولكن بسراب الحم بين الفرس والروم وحلفاءهم اللخميين والبساسنة ضخرت هناك موجات ضد التجارة فأصبح البحر الأحمر بين مناسب للتجارة فتحولت التجارة من البخور إلى المناطق الداخلية مروراً باليمن أو الحبشة إلى الشمال إلى أن تصل إلى حدود البساسنة وأيضاً إلى اللخميين مما عدا كما قلنا إلى ازدهار التجارة البرية واستخدام الجمال في هذه التجارة وتحالفت كوليش مع الروم وأيضاً تحالفت مع البدو ليخمو لها طرق التجارة فأصبح طرق التجارة من كوليش أو مكة مع يثرب ما سيسمى لاحقاً بالمدينة في يثرب بدأت كما قلنا الهجرة اليهودية إليها وثلاث قبائل بنو مظير بنو قينقار وبنو كريضا وأيضاً هاجر الأوس والخزرج من اليمن بعد القحة إلى يثرب وكانوا معرفة في الزراعة فبدأوا بالزراعة في تلك المناطق وبدأ اليهود بالتجارة فكانت يهود تجاراً في ذلك الوقت فكانت يثرب تصدر مواردها الزراعية إلى المدن القريبة وتأتي أيضاً بالبضاعة من المدن البعيدة عبر البساسنة وعبر النخنيين المتحالفين مع الفرس كل هذا ناشدت كما قلنا الاحترام الديني في هذه المناطق وفي التعبات كما لكم حيث يلوى أن الكعبات كانت تضم العديد من آلهة القبال أيضاً برموز اليهودية برموز الديانات الإيرانية القديمة ويحتى أن أيضاً كانوا نتا تمثال لمريم العدرة مع ابناء المسيح ذلك يدل أنه لم تكن الديانات متصارعة في ذلك الوقت حيث يقال أن في عدد حتى وصل عدد كعبات في مكة إلى سنة 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 فتمثال لكل القبال إذن إذا نرم إلى التوسع الذي حدث بين الممال مملكة كيندا تقلصت قليلاً بحواز تقلص قليلاً بن كلب الذين سنسمع عنهم كثيراً والغساسين الذين التي حموا الثور في تلك المناطق كان رغم إلى قادمة أو لاجع عمهم العرب وكانوا الحصن تقدم للروم حيث يورد لاحظاً أن كثير من الشعراء ذهبوا كأمجر بن السلط وحسان بن ثابت لمرح ملوك الغساسين المسيحيين في جثرة هذه المدينة التي اقتارد في شرق الجزيرة العربية لقربها من ميناء على البحر الأحمر وأيضاً لثوسطها في شبه الجزيرة العربية لعبت دولاً كبيراً وكانت فنيهة جداً بالأموال والسلاح والأزجراع حيث انتشرت الأزجراع هناك أيضاً حج العرب إلى العريب من الكعبات على مسار التجارة في ذلك الوقت ومكة كانت واحدة من هذه الكعبات وكل كانت تضمن العديد من الآلية التي ترحب بذيوفها وخشاجها والتجار والدامل كما نقول اليوم بأعمال دولوماسية مالعد من الزوار الذين أتوا من بلاد بعيدة لأمريكا استراحات في تلك الفترة بغر الكثير من الأنبياء وكلمة نبي من هنا صدر لم تكن كلمة غريبة ولا فالنبي كان مبشر مبشر أن العرب ظنوا أن يوم القيامة يوم قريب تشربت في الجزيرة العربية العديد من التخوص المسيحية والحنفية واليهودية مع بعض الشعار الوثنية ولكن ذلك خلق كما كان يقرع عن هرطقات جديدة كالهرطقة المستورية أو كالهرطقة اليهوى المسيحية وهي عبارة عن خليط بين اليهودية والمسيحية وأيضا خليط بين اليهودية والمسيحية والحنفية أي الإبراهيمية في ذلك الوقت في ذلك الوقت أيضا قبيل ظهور الدعوة الإسلامية ظهر العديد من الأنبياء كمسلم الحنفي وكان مسلم الحنفي يدعو إلى عبارة إله واحد كان يدعو إلى نبذ عبارة الأصنان أيضا أمي ابن الصوت نبي العرب كان يقال عنه الذي يقال أنه أول من قال باسمك الله وهم يوثر من أمحات كتب عربي كتاريخ المسعوبي وسيرة الرسول لإبن إشام أن المسيحية تقوّت خلال القرن الثاني ودخلت في خصومة مع اليهودية من القرن الثالث خصوصا بعد افتداد الملك عبدو كلاد بن مثوى إلى مسيحية من اليهودية حوالي العام مئتان وثلاثة وسبعون كمعين المسيحية في أومان عدة قبائل والساقفة ذكرهم لياركوت وكذلك هو الحال في الساحل الشرقي أي قطر والبحرين والإمارات حاليا فإلى زانب الوثنية التي لم تختفي في تلك المواحي فإن بني تميم أحد أكبر قبائل العرب كان من المسيحيين يرأسهم المنزل بن سادي ومشاهيرة تتحق بالشبر العمرور وطرف للعرض ويفكروا أيضا ترسل كسبا كبير من قبيلة أمرغ القيس وعم غالبية سكان الساحل الشربي إلى جانب الجزيرة العربية ووليات الشام فإن العراق سيم جنوبه كان دوما ملتنا بالقبائل العربية يمنها للقبائل كانت قد التنقى المسيحية ولعل أضرزها وأكثر عشر المناظر وأول ملوك جديم الأضراش الذي اتخذ من الأنبار عاصمة له وقد تعقلت سلسلة من الملوب المسيحي وإلى جانب المناظر وقد توازلوا المسيحيون في مكة أيضا ومن ذلائل وجود المسيحية في مدكة أيضا نطبرت المسيحيين خارج المدينة نحو طريق طبيعي عن بسا كما ذكر المقدسي فضمن على تناق هذا الدين قبل وسالي في كوريج ومنهم عبيد الله بن جحش وعثمار بن خويرث وزيد بن عم وورق بن نوفل وأخرون ذكرهم جميعا ابن بشان أيضا في المدينة المنورة كان يوجد نوعا خاص من الطوائف المسيحية التي لبذتها الكنيسة الرسمية واعتبرتها خرطقة كانت تؤلع مريم العذرع وتقدم لها بقرابين وقد ذكر على الطائف عدد المؤرخين اليونانيين أمثال إتفانس واتفق من دارد مع ابن تيمية الذي أسمعه المريميون كذلك فقال الشارع الزمخشري وبيضاوي لهذه الضائفة في تسجيل القرآن إلى جان الضائفة أخرى عرفت بإسم داوديين ديمو آلاتهم في تكليل النبي داود وصنفها البعض من المؤادثين معاصين إنها بدع يهودية مسيحية أو يهوى مسيحية وتجرى العزيز بطرس عنوثائق تقول إنه للمشارقة بسكرت في يثب وثلاث كناعز على اسم إبراهيم وإيوب وموسى وقال الطبري إن قبل أحد راندة المسيح موجود في والعبي الموزا والمدينة وفي مكة أيضا أتنق بنو جرهم المسيحية على يد ثالث ولوق عبد المسيح بن باقية وأشرف على فدمة البيت الحرام قصة من الزمن وتلصر معهم بن الأزد وبن الفزاعة وقد أثبت ذلك أو انفرج الأصفحان كما تمت حركة ترجمة نشطة على كتار المقدس إلى العرارية وعلى فترة العرب قبل الإسلام طلت رئيس أساقفة القصرة شعرت المنطقة تقلبات دينية كبيرة حيث امتزجت الديانة الحمافية الإبراهيمية اليهودية والنستورية وقد أشارت اللوايات التاريخية إن عبد المطلب جد النبي كان من أتباع الديانة الحمافية وإنه التكفى وتعبد في ظهر الحراق ما يرهي من الأحناف وعيدا في ذلك الوقت ظهر أديا النبوة ببيل ظهور الإسلام وأعتقد شخصيا أن كل نبي كان متحارفا إما مع بلوم أو الفرس من أمثال أولئي الأنبياء بويحة بن فويلد الأسدي والأسود العنس عن سي ولطيت بن مالك الأسدي ومسلم الحنفي وأمي بن الصل لكن ما يميز على الفترة أيضا هو تأثير الحرشة التي سعت لفرد نفوذها في المنتفاق عن طريق المسيحية الياقوبية وتعقص وحاولات إبراح الحرشي لفزو فرد السيطرة على معطف متعاردة مثل مملكة حمير الاستراتيجية ومع ذلك لم تظل الأمور على هذا الحال فقط تجمع العرب لاستعار حويتهم ومكانتهم في حمير ومن هنا ظهرت شخصية سيف بن ذي يزن الذي يعتبر أحد الشخصيات المحورية في التاريخ العرضي القديم حيث أطلق حملة لاستعار من مملكة حمير من السيطرة الحرشية وكان مسيحيا وكانت أيضا لكن المسيحية المصرية كما يبدو استعار العرب هويتهم لكن تحت وطأة الفرص الذين دعموا سيف بن ذي يزن خلال هذه الفترة قوية الهوية العربية لتأسيس دولة حاول سيف بن ذي يزن أن يؤسس هذه الدولة لكنه سشل فقد قامت أيضا محاولات لتأسيس دولة في تنكم تجمع العرب كما جماعة المسيحية الإمبراطورية الرومانية الصوء الشاعر المخضر بن أخل الطائب بن ثقيب وكان وارده شاعرا أيضا وكان متصلا في عصر ما قبل الإسلام بأهل الكتاب أي ب المسيحيين واليهود يسمعوا أخبارهم وكتوبهم وتامنا دائما يبحثوا عن التوحي أو ما كان مسمى بالحنفية قريب السلام وكان أميد بن أبي الصوت كثير العجائب يذكر في شارع خلق السماوات الأرض ويذكر الملائك ويذكر في ذلك ما لم يذكر أحدا من الشعر وكان قد شامع أي اقترب من أهل الكتاب ذلك كتب في طبقات في قول الشعر وقريب قريب وقد كان قرأ عجل وعز ورغب عن عبارة الأوسال وكان يخبر وأن نبيا يبعث أظل زماره ويكمل أن يكون هو ذلك النبي فلما ملغا فروج محمة قال له حسدا له انتهى من الشعر والشارع إذن أميز بالصوت هذا الشعر خبر اتصل بكثير من أحي كتاب فكان يزور كنائس ويلتقي بالأحباث والنغبان ويستمع صالد بالغساسنة هو وحسان ابو ثابت حسان ابو ثابت الذي سيصبح فيما بعد شعر رسول فحد كان كل من أميز بنو الصوت وحسان ابو ثابت ينبحون الغساسنة ويتكسبون من شعرهم حسب ما تقول لنا بجم التاريخ كان شعر أميز بن الصوت شعرا مشهولا في تلك حقبة فحبظه الكثير من العربي آنذات وكان شعره يردد في المجالس حتى يفكى أن أخته الثارع عندما طلبها محمد وزارة محمد وقال لها أنشديني شعرا من شعر أخيك بأنشدته بيتا وقال زديني فجرته بيتا آخر إلى أن وصلت إلى المئة وقال عنه محمد آمن شعره وكفر قلبه منها من الأحاديث التي وصلت تعال وميتم أبي الصوت على لسان أبا سفيان في تجارة لهم وهو من الأحاديث التي لم تحظى بكثير من الاحتمال فأميتم وابا سفيان كما سنرى في حديث المفصل الذي سنعرضه بعد قليل كان في رحلة لا نعرف إذا كانت تحبط تجارة أو فقط لرفقة أبا سفيان كما سنرى أن أميتم الصوت كان يزور ربانا في هذه الرحلة ويسأل أبا سفيان عن حاله قد ذكر له رجلا مسنا وقال لأبا سفيان أن يعيبه شيء وهو قد جاوز المئة وقال لا الله لا يعيبه شيء وهو ذو كرام وهو ذو مال وذو ولد كما يبدو أن أميتم أبي الصوت كان يتمنى أن يكون ذلك النبي لأنه لن يسمع ذلك من أبرا وكما يبدو في حاليث التالي أن هناك احتيارا بهذا النبي وثيمة نبي بالمناسبة لم تكن كلمة عراب فريدة بل كانت تعني أي أي شخص يأتي بخبر وكان في ذلك وقت قيام الساعة الشغلة الشاغل لسكان تلك البلاد بعد الحروب بين الرومي والفرس الطاحنة فعتقد العرب أن هذه هي نهاية العرب فكما سنرى أن الأحداث تجري في بلاد الشام أو في غوطة بلاد الشام وفي بصر الشام حيث يلتفون بالرغبان وهؤلاء الرغبان يقولون لأمية أنه ظهر زمان النبي الشديد ولكنه ليس لاستئم وكأنه هناك اجتماع لأولئ الرغبان من منطقة بلاد الشام ليبعسوا نبيا إلى بلاد العرب أو مبشرا إلى بلاد العرب وهذه النظرية تقولنا أنه ليس النبوة ومعناها التي نعرفه كلنا الآن أو سمنا عنه بل هو أشخاص يختاروا النبي لتسكي من راحب وعلى الأرل بهذا الراحب كما سنرى أو كما رأينا أنه ورقة بن نوفل وقد سكى محمدا ليكون مبشرة جديد في بلاد العرب إذن حسب ما تطل أنه جرى اجتماع واختير محمد بن عبد الله أو كما سيكون أصله محمد بن عبد الله أو قثم بن أبي كبشا كما كان يسمى المبشر في بلاد العرب وكما إذا رضعتنا قصة أيضا مع قصة سلمان الفارسي الذي ذحب إلى عدة كناعس ما ذلوبه إلى مكة حيث سيخرج النبي الجديد إذن كان معروف أنه تم اتفاق بين الرغبان لينتخبوا هذا المبشر الشريف وقد كان أعتقد أن طلب من أمياد بن الصوت أن يسانده وأن يعمل معه وينشط رسالة التبشيرية ولكن بعد معركة بدر كما أعتقد رأى أمياد بن الصوت أن المعارك والوحشية كانت ليس لها علاقة بالتبشير والوحدانية فقط أن أمياد بن الصوت إذا ذلك فذهب أمياد بن أبي الصوت إلى البحرين وكانت البحرين تحت حكم الفرس فقرر الابتعاد عن الدعوة بشكل كامل أمياد بن أبي الصوت على اتصال بالغساسنة المسيحيين وكان على اتصال بطائفة معينة لم يتم اختيار أمياد كمبشر للطائفة اليهو مسيحية للعربي بسبب كبر سنه بل تم اختيار محمد بتأييد قوي من أحد الرهبان لكن أمياد رفض مبايعة هذا المبشر الجديد المدعوم من الغساسنة والرومان ولذلك بعث الغساسنة بحسان بن ثابت ليدعم المبشر الجديد هرب أمياد إلى البحرين ليلجأ للغساسنة المتحدين مع الفرس الصراع تلك القبائل وشيندوا أما أفضل الضريقة هي استمارتهم عن ضريق الأديان فالفرس دعو النصاطرة التي كان لهم تواجد كبير في شفية جزيرة العربية والروم دعموا كل من العاقبة والأحباش وأيضا الأديوليين الألف الثالثة الغروسية والتي كان جميل العرب إليها أكثر من باقي التوارف حيث أنها كانت علامة إبراهيم وإسماعيل ابن موب الذي كان يعتبر له جد العرب وبذلك وجدنا أن أمياد من الصوت كان يطمع بالنبوة مثله مدلع محمد عبدالله مسلم الحنفي وبيهم الكثير في تلك موت قال يكون لهم التواجد الديني السياسي في تلك المنطقة وما يتبص كما ذا كان نسال لن يتم افتيار من قبل الرمضان بسبب قبل سنه بل اختير محمد رب الله بهذه المهمة وقلف بتدريب القس ورقة بن نوفل الذي كان يترجم من الكتاب المقدس والأحل القديم هو فصوصا بنجيل متى إبراهيم وصحف موسى لم يكن يعتقد بالتثريف في ذلك الوق أيضا تعتقد ابن محمد بن عبد الله وقسم بن أبي كبش في ذلك لم يكن قد تتقق بالمسيحية المثالثة فأبدا المسيحية التي تخف بها هي إما النستورية التي كانت في البحرين والإمارات وزيحة الشرقية من البحر العربي أو التقى بالرغبان في طريق إلى الشام وأيضا اليمن بذلك الوق والتي كانت بدورها على الطائفة النصورية خيما بعد القرابي أميد من الصلط على الأبي ورية لتحق بمركز النصاطرة في البحرين مما دعوا غساسنا المتحنفين مع البيزانتيين إلى إرسال حسان بن ثابت ليدعم دعوة محمد الناشي حيث كان حسان مثابت مخصا للغساسنا والبيزانتيين في ذلك كما قلنا كان واقع نوفر وعبد المطلب تدحن ثاني أن يتعبدان في هالكروف ومن أشهر هذه الكفوق الكروف كان ضار حرة حيث كانت كعادتي الرفضان يتعبدون في أماكن بعيدة وملتفعة نسبيا كالرفضان التي يسمونها قلايا يتعبد في قناتي أي في مكان بعيد منفرد بكحف أو بيت بعيد عن الناس وكلما كان عاليا في جبل كلما كان هناك صفحة بيني التواصل مع الإله إذن باختصار وكما كان مفصلا في الحلقات السابقة هناك تشابه كبير بين الأبيونية والإسلام وبين ما كان يفعله ورقة بن نوفل والأبيونية حيث كان يترجم من الكتاب العبري وكان يترجم أيضا عن صحف إبراهيم وصحف موسى بستطيان نقول أن ورقة بن نوفل هو المؤسس الأول للإسلام وقت قام تصبح قصة لمكة لهذه الطائفة الأبيونية التي كفرت باقي الطوائف المسيحية لابتعادهم عن الموس اليهودي وأيضا كفرت باقي اليهود لابتعادهم عن موسى موسى وإبراهيم فهذه الطائفة أخذت في المفاهيم الأبيونية التي كانت سائدة في القرن الأول الميلادي عندما حاجروا إلى الجزيرة العربية ودك ظلت هذه الطائفة تقدس حيث لم ينسوا أنهم جاءوا من تلك المنطقة المقدسة لذلك يعتبروها قبلتهم الأولى وصلاتهم واجهة إلى بيت المخدس وإذن كان ذكرنا في الحلقات السابقة أن هذه الطائفة تصلت بين المسيح ويسوع فاعتبرت يسوع هو إنسان نبي نزلت عليه كرمت الله والمسيح يصفة قد يأتي بعض دبي آخر يأخذ صفة المسيح فكانت تعفف تظهر للطائفة أنه سيأتي أنبياء بعد يسوع والخلاة الأنبياء كما يظهروا من اليهود أو يظهروا من الأمم الأخرى غير اليهودية لأنهم كانوا يميزون بين أمم موسى وباقي الغير فيهود أو الأمميين كما يقولون عنهم وقد يظهروا أيضا لبي من الأمميين والنبي هنا يجب أن نفرق تعني مبشرا برسالة موسى وإبراهيم أي على نفس قاديانة موسى وإبراهيم التي باعتبار يمنهم زورها بولس الرسول وأيضا لم يقتدي بها اليهود في ذلك الرقم ومن التداعيات التي تفير التساؤل أنهم أخيروا اسم يسوع بأن يسوع هو تلجمان العربية لإسم العبراني يشوع والذي يعني الله هو الفلس أو في اللغة اليونانية يطلع اسمه لسوس ومع من هنا أتى اسم عيسى أو عيسو وهو إنسان وليس ابن الله أيضا من الجديد بالذكر هنا أن النبي الكمي أتكون لها أصل بالنبي الأممي أي النبي الذي ليس بالأصل يهوديا ولكنه من الأمم الأخرى التي يتقل بصحف إبراهيم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة وكان قبيل بعثة محمد شيخا مسن فاقدا لبصره وورقة هو بن عم خديجة بنت خويل دي زوج الرسولي اعتنق النصرانية في الجاهلية لقد أجمعت السير النبوية على أن محمدا قبل مبعثه كان يتحنف في غار حراء مثل جده عبد المطالب وورقة بن نوفل قص مكة وقد نقلت السيرة في ذلك قول بن الأسير في تاريخه أول من تحنف في حراء عبد المطالب كان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين ثم تبعه على ذلك من كان يتعبد كورقة بن نوفل وأبي أمية بن المغيرة نقل لنا السيرة الحلبية الخطب المتبادلة بمناسبة زواج محمد من خديجة بين ولي محمد أبي طالب وولي خديجة القص ورقة وبعد خطبة أبي طالب خطب ورقة فقال الحمد لله الذي جعله كما ذكرت وفضلنا على ما عددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا ينكر العرب فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم وردتنا الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهد علي معاشر قريش إني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله أخبر ورقة محمدا أنه سينصره أو سينصره ويثبته تاريخ اليعقوبي وأما من تنصر من أحياء العربي فقوم من قريش عن عائشة قالت ثم أنطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفلي فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا أكون حيا هنا يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ورد في الحديث الصحيح أن النبي قال لا تسب ورقة ابن نوفل فأني قد رأيت له جنة وجنتين وفي السيرة المكية أيضا حديث محمد مع ورقة فلما توفي ورقة قال الرسول لقد رأيت القصة في الجنة وعليه ثياب الحريري الوقت الثالثة إلى عشر دقائق التاريخ يوم الاثنين العاشر من أبوغسطس ستماء وعشر ميلادي الموافق جريا سبعة وعشرون من رمضان يجلس رجل في غارب هراء هذا الغار مشهورا لدى قبيلة قريش التحنو وقد تحنف قبل وجده الوقت الثالثة تماما ينزي ملاك على هذا الشخص ويقول له بقرة ثم يقول له الشخص معنا بقل فيفطه مرة أخرى ويقول بقرة حتى بلغ مضا منه الجه ثم أرسله فقال اقرأ قال الرجل معنا للقال وأخذه فوته مرة ثانية حتى ملغى ابنه الجه ثم أرسله بقال اقرأ وجبابه الصوت للمرة الثالثة و reimburseه حتى بلغاه ابنه الجه ثم أرسله بقال اقرأ بسمي ربك الذي خلق خلق الإنسان من على اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم المنسان معظمي على درس العلاء مواحية خمسة هذا أمر وتخلنا عائشة بنت أبي بكر عن خديجة بنت هويلة عن محمد وإذا تعمقنا قليلا في معاني الحديث الصحيح فنجد كلمة ضطني افتبلغ مني الجهد وقد ذكرت ثلاثا ثم أرسلني وقد ذكرت ثلاثا ألا يذكرنا ذلك بالتعميل المسيحي ففي المسيحية يتم التعميل ثلاث مرات في الماء وهذا التقنيل يستند إلى الأناجيل حيث يذكر أن يحن المعمدان عمد يسوع ثلاث مرات بنهر الأردن ويربز التعميل ثلاث مرات إلى الولادة الجديدة لمحمد حيث يولد من الجديد ويخلص من الخطيئة في الأصلية وبالانتقال إلى الآية نجد أن الآية ذكرت تحديدا كلمة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم إذن نزولا عند وضوح القرآن ونزولا عند أن كلمات القرآن لا تتغيّن فالقراءة تعني القراءة من شيء مكتوب ولا تعني أن شخصا يردد بعد شخص آخر وأيضا يدلنا كلمة ما أنا بيقارئ أي أنا لا أستطيع القراءة أو أنا لا أستطيع القراءة بهذه اللغة التي تطيني إياها إذن المعنى واضح مص المكتوب تضعطي إلى ذلك الشخص في ذلك الغار إذن هنا المعنى واضح وصريح اقرأ تعني اقرأ شيئا مكتوبا ولو فرضنا جدلا أنها تعني أردد أو أحفظ فكيف يقول لست بقارئة لا أستطيع أن أردد أو لا أستطيع أن أحفظ ننتقل إلى الملاك وهو جبريل أو جبرايل والمشتقى من جابريل بن العبرية وهو مرسول الله أو كلمة الله أو جبروت الله أو رجل الله وعادة ما كان يذكر اسم جبريل ككتب جيف بشيء قد يحلث إذا ربطنا هذه القصة بقصة أمي بن الصوت ورحلته مع أبا سوفيان التي ذكرناها سابقا سنجد أن هناك افتيار لذلك النبي وأن ذلك النبي تم افتيار محمد وأن جبريل هو رجل الله قد يكون واحدا من الرؤبان الذي بعث ليعمد محمدا كمبشرا جديدا بالأبيونية الحنيفية في بلاد العرب بعد أن كانت الأبيونية تنقلط في البلدان الأخرى وليواجه تطور النصاطر واليعاقبة والصابقة والزرداشتية وباقي الأديان التي بدأت بالانتشار في الجزيرة العربية أيضا كما سيأتي لاحقا من قصة سلمان الفارسي أنه أن سلمان بعثى لكي يلتقي بذلك النبي المبشر الذي بعثى في أرض العرب وهذا الراهب الذي زال الغار على الأغلب من العقيدة الأبيونية جاء ليعمد محمدا كمبشر جديدا لشريعة موسى كما كان أيسى أو يسوع مبشرا لشريعة موسى التي برأي الأبيونية الفنوسية قد ضيعها باقي المسيحيين وقد زورها باقي اليهود فهي ناموس موسى وناموس إبراهيم واعترفوا بإصحاح متى أو بإنجيل متى ولم يعترفوا بباقي الأناجيل حتى أنهم لم يعترفوا بكامل التوراة ولم يعترفوا ببولوس بل أعتبروه مهرتقا مزورا للمسيحية الأبيونية أي مسيحية الفقراء التي بشر بها يسوعا عن الجبل نزل محمد موسيحا من غار حراء في قمة الجبل لينزل إلى خديجة وقد بان على وشيه الرعب فطمانته خديجة وأخذته إلى ابن عميها ورقة بن نوفر ليعرف قصة هذا الوحي بين القوسين فعندما جاء إلى ورقة فقال له ورقة لا تقلق يا ابن عمي هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى لنقف قليلا هنا عند كلمة الناموس أي ما نزل على موسى وكان ورقة يترجم من العبرانية أو يقال أرامية إلى العربية من العقب القديم وإنجيل متى فالمنطق يقول أيضا أن محمدا بعثت له أوراق من ذلك الكاهر المبشر المسمى تعبير أو جبرير أو كريمة الله أو رجل الله وأخذ منه محمد هذه التروس المكتوبة على جند أو على مواد أخرى وأخذها معه يوريا لخديجة وخديجة بدورها أردتها إلى ورقة بن نوفر وقال ورقة بن نوفر إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى فهو يعرف تماما ما كان يترجم بذلك أكد أنه يعرف أن هذا هو نفس الكتاب الذي كان يترجمه لكي ينشر مبدأ الأبيونية أنا محمد أولى مبشر أو نبي أمامي أي ليس من أمة اليهور الذي يبشر بصحفي موسى وصحفي إبراهيم فرح ورقة لأن تذميذه قد استطيع يكون مبشر جديد ولكي يحمل عنه الهواء في التكشير للحنيفية الجديدة أو الأبيونية الجديدة حصلت هذه الضائفة الجديدة على مباركة البيزاديين الروم وحلفائهم الغساسنة وخلفائهم الأحباش وخلفائهم أيضا في بياد الكر حيث أصبحت قوة مركزية لاشئة لوجهة خطر الساسانيين والنصاطر واللحبيين المتحالفين معهم وأصبح الأبيونية الحرفية الجديدة أو ما سيعرف بالإسلام لاحقا القوة الضاربة التي ستحد من قوة الفرس والساسانيين وأيضا النصاطر في بلاد العرب وباقي التواعف ولذلك لن نرى أن قريشا أو أهلا مكة قد عاندوا محمدا في بياد الأمر لأنهم كانوا يعرفون ذلك وكانوا يقولون عنها أساطير الأولين وليست كلمة أساطير هي من الحط من تلك المرويات بل بالعكس الأساطير جاءت من كلمة سطرة والكلمة المكتوبة في ذلك الوفت كانت كلمة قيمة جدا لأنها تستحق الكتابة لكن معظم العرب كانوا على الديانة النسطورية وما جاءت به هذه الديانة قريبا جدا من النسطورية لذلك أعطي محمد كل الفرية في نشر مذهبه الجديد في قريش وقد يقول قائل أن هذا الكلام غير دقيق ولكن نذكره بأن أول ثلاث آيات على الأقل ننرت في القرآن وذكرت رب أو ربك أو ربكم ولم تذكر كلمة الله مع أن كلمة الله كانت معروفة في مكة حيث كان أميب الصل يقول باسمك اللهم والله كانت معروفة في الجزيرة العربية وأيضا جاءت من أصل ألوهيم في اليهودية في الجزيرة العربية وأيضا كلمة الرحمن كانت منتشرة عند بانو حنيفة ونبيهم مسلمة الحنفي بالإضافة إلى لغضة الله والله ابن الله كانت أيضا معروفة إذن فاستخدام كلمة الرأب بدل كلمة الله قد تدلنا على مدلولات مسيحية أولية في الإسلام المبكر تحدثنا في الحلقة السابقة على أن الجزيرة العربية كانت مسرحا لطوائف مسيحية ويهودية متعددة وركزنا على الطوائف المسيحية التي مهدت في الإسلام كالطائفة النسطورية التي كانت تعتقد أن المسيح هو بشر ونزلت عليه كلمة الله وفارقته عند الصلب وكما نوهنا في الفيديو السابق أن هناك أيضا طائفة من الطوائف الأبيونية الثلاثة وهي الطائفة الأبيونية الغنوصية أو قريبة جدا من الحنيفية التي كانت معظم العرب يعتقدون أنهم على تلك المنة حيث آمنت الأبيونية الغنوصية بكتب موسى أو صحف موسى وأسمتها النعموس وأضافت إليها فقرات أو مباحثة من إنجيل متة فلا يتضع ترف أفدا بإنجيل بولس أو بالأنجيل الأخرى وتبردها هلتقى يونانية وضيفت إلى المسيحية التي هي بالأصل المسيحية اليهودية أو اليهوى مسيحية والتي قابلت الأممين أي الأناس من غير اليهود وتشترك الطائفة الأبيونية الغنوصية مع الإسلام في الكثير من المعتقدات كالتطهير بالارتسال قبل الصلاة وختان الذكور وعدم أكل لحم أو فنزير وبالمقابل كانت هناك الطائفة اليعقوبية التي انتشرت بين الغساسنا وأيضا الحبشية التي انتشرت في مملكة أكسون والتي كانت تعتقد أن المسيح هو عبارة عن ذات إلهية وذات بشرية في شخص يشوع إذا فهمنا هذا التنوع وعلى التحالفات يسهل علينا فهم بماذا هاجر محمد وأصحابه إلى الحبشة وهاجر أمي ابن أبي الصلت إلى البحرين حيث البحرين كانت مركز المساطرة المدعومين من الفرز المتحالفين مع الفرز وأن الحبشة كانت مركزا للأحباش أو مملكة أكسون المجاشي المتحالف مع الجوم فكان هناك سراع على السلطة وكان لعودة من دعم سياسي واقتصادي لهذه الطائفة الجديدة والجديد بالانتباه هنا أن المصادر الإسلامية تقبلنا بأن هناك عشر عوائل هاجرت في المرة الأولى إلى الحبشة وحوالي الثمانين عائلة هاجرت في المرة الثانية إذا لم تكن تلك الصدفة الإجراء إلى الحبشة وأن أول سورة اسمعوها إلى النجاشي هي سورة مريم حيث كان لزاما على هذه الطائفة الجديدة أو مارك سومير الإسلام أن يبرهنوا للنجاشي أنهم على الأبيونية التي تعتقد بالولادة العذرية للمسيح من بريم حيث أسمعوه سورة مريم وأنهم أيضا يختلفون عن أعدائهم التقليديين أي أعداء الأحباش والروم المساطرة خلطها الفرس إذا فهمنا التاريخ من هذه الزاوية سوف تصل علينا ترتيب الأحداث التي تقع فيما بعد والتعامل في هذا المبحث لا بد لنا من بحث شخصيات أثرت بشكل مباشر أو عاية مباشر على بدايات الإسلام من هذه الشخصيات والتي سيأتي ذكرها بالتفصيل اتباعا أمية بن أبي الصوت وورقة بن نوفر وأيضا سلمان الفارسي وبعدهم بمراحل ذحية هلكلبي لن يكون غريبا على قريج أن تتوقف عند تجارتها عند بعض الرغبان خصوصا في خوران أو في بصرة وجبل العرب حاليا حيث كان هناك لقاء بين أبا الطالب كان معه محمد والراهد بحيرة أو الراهد نستور فمن اسمه يتبين لنا أنه كان على الديانة النصرية ربما وترتبع حفظة عند العاقبة المسيطرين على تلك المنطقة أيضا أمية بن الصوت قد زال بعضا من الرغبان وكان معه أبا سفيان في طريقه في تجارة إلى الشام أيضا ويحدثنا أيضا التاريخ وبلسان سلمان الفارسي أنه أقام مع الرغبان لمدد طويلة جدا قبل أن يسافر أو يحاجر إلى مكة وأن ورقة أن المعمل الجديد هو الذي سيحمل رواء التبشير في الجزيرة العربية وأن الرياضة ستبقى مع قريشا قبيلته وقبيلة محمد وبعد أن تمأنا إلى دعم الروم البيزونتيين لهذا المبشر الجديد لحياء الأبيونية الحنفية ولمواجهة النستورية التي كانت منتشرة في بلاد العرب والمضعومة من الفرس وبدأت الآيات الأولى بالتشكل من آيات بسيطة تدعو إلى عبادة إله واحد وقد بدأت بعبادة الرب كما جاءت في الكتب المترجمة من الأنجيد القديمة خصوصا إنجيد متى وأيضا في التوراة القديمة وقد بدأت هذه الصور بتكوين بسيط كما رأينا في صورة العلق القلم المزمر المدثر ثم الفاتحة سرقف قلينا عند صورة الفاتحة حيث كان فيها أول ذكر بكريمة الله ففي صورة الفاتحة بدأت ترغير نحو توحيد العرب تحت كريمة الله وهو إبد الله في الديانات العربية القديمة وبدأ توجه محمد إلى إنشاء دورة دينية لتوحيد العرب والسلها ما ذلك من وحي الدولة الحميرية التي أنشأها سيف بن ذي يزن ومن وحي الأبيونية الحنفية التي كانت تعتقد أن نبيا من الأواميين أي من غير الليهود سوف يظهر في بلاد العرب ويبدأ التبشير الأبيونية الحنفية على مولة إبراهيم الخليل وصفف موسى بإزاء من التوراة وإزاء من إنجلي متى تتبرى الأبيونيون كل ما جاء بعد ذلك مزورا وهو من عمل المغضوب عليهم ومن عمل الضالد فكن محمدا بدكائه عرف أنه لا يستطيع أن يواجه النسطورية بنفس مبادئها فحاول أن يزمع ما بين عقيدة العرب فأوجد نسبا يمتد إلى إبراهيم ليكون من الأمة اليهودية مبشرة والمختارة لكن اليهود في الجزيرة العربية لم يعترفوا به وبسلتي بإبراهيم أو بإسماعيل وقد ربط محمد بدكاء وحنكة تسطع البيت المعمور أو مكة وربطها بالتوراة والإنجيل وأي رأي مذكورة لا بالتوراة ولا بالإنجيل ليحافظوا على ثقة العرب في هذا الدين أنه سيحافظوا على ببارئهم الأساسية وعاداتهم وأيضا أنه لا يؤثر على تجارتهم لكن بالمقابل وفيسبب دعم الروم والبيزنطيين في هذا مبشر جديد بدأت حساسية من القريش أن يوضب عليهم الفرس السسانيون وأيضا اللخميين أبناء أمومتهم وأن يضرب هذا التوازن بين القوة الكبرى الفرس والروم حيث أن النساطرة كما ذكرنا كانوا متعاونين مع الفرس في ذلك الوقت لذلك تحفظ القريش على هذه الدعوة الجديدة للترشير للحنيفية الأبيونية المدومة من الروم البزنطيين وحاولوا إبقاء التوازن ما بين الروم والفرس بكن حرف الروم في ذلك الوقت كان الجال البحر الأحمر وشواطئ واليمن شواطئ الرومية بعيدة عن مرمى الفرس ترقى محمد الدوم من زوجته فديجة ومن ورقه عم نوفل المبوثين الذين كانوا يبعثهم الروم بين الرحين والأخر وأيضا من الكبت والأحباش المتحالفين مع الروم والبيزنطيين أصلاح التنافس والسلطة الآن في مكة بين النساطرة أن تحارفين مع الفرس والأبيونيين الحنيفيين بطيارة محمد الذين تحالفوا مع الروم تردوا تراسات الكشفيات الحديثة التي اكتشفت في الإمارات العربية المتحدة عن تواجد كنائس للنساطرة خصوصا في الإمارات والبحرين حيثو ظلت هذه كنائس قائمة حتى القرن الثامن ميلادي أي بعد القرنين من ظبور الإسلام سوف نتوظل خليلا في الاختلافات بين الأبيونية الحنفية المسلمة واليهودية التقريدية التي انتشرت في الجزيرة العربية لمزيد من المعلومات يرجى تتبع الحلقات التسلسل لكي تعرف صديقي وصديقة مشاهدة كيف وصلنا إلى هذه النتيجة كما قلنا انتشرت الأبيونية في الجزيرة العربية وكان لها منافسين بثر من هؤلاء المنافسين النساطرة العرب المنتشرون بدعم من الفرس الساسانيين واليهود الذين هاجروا من بلاد الشام واليمن بلاع يثرب وضاق مناطق العربية في شبه الجزيرة ومنهم كعو بن الأشرف الذي كان في مكة إذن العداوة التقريدية نبعت من كون اليهود الذين لن يعترفوا بالأبيونية وتعتبروها هرطقاء للهرطقاء المسيحية مع أن الأبيونيين لم يعترفوا بالمسيح كأمن لله بل كنبي كباقي الأنبياء وإنسان كباقي البشر ولكن اليهودية أخذت مأخذا على الأبيونية الجديدة الحنفية وهي أنها حادت عن التعاريم اليهودية وقبلت بالمسيح كالمخلص نسايا والذي يعتبره اليهود نبيا غير صحيح أو نبيا كذا ثم أن الأبيونية أيضا اعتبرت أن هناك حط للأمميين أي من غير اليهود أن يعتبروا صحفة موسى وإبراهيم وأيضا أن يبهون منهم دعاة وحتى أنبياء حيث آمنت الأبيونية الحنفية بحبله وميين أي غير اليهود بيتنا اليهودية وصحفة إبراهيم وموسى بالإضافة إلى المسيح كنبي وأيضا حقهم بأن يكون لهم أنبياء بين غير اليهود أو الأمميين وهذا تعارض كبير بين اليهودية التي كانت فيها الشعب المختار وليس للأمميين نصيب من الأنبياء في اليهودية في المقرب الآخر اعتبرت الأبيونية أن اليهودية حادة عن صحفة إبراهيم والتعاليم موسى حيث أنها أدخل تعاليما من خارج أديان اليهودية كتعاليم عازل وأتفاسير المختلفة لتلموت فالأبيونية اعتبرت أن اليهودية توقف بعد إبراهيم وموسى وأي شيء تم تعديله بعدهم ليست كبير اليهودية العصية في هذا النطاق وبعد ظهور النبي الجديد أو المبشر المعمد الجديد للأبيونية اختار هذا المعمد أن يتصل باليهود كنبيا من الأمميين لكن اليهود رفضوه لأنه ليس من بني إسرائيل وجاء هذا المعمد بنسب جديد يعود إلى إسماعيل فرفض اليهود هذا النسب واعتبروا أنه لا يمتذبني إسرائيل وأنه نسب مزوى من هنا بدأ الخلاف بين الأبيونية الحنيفية المسلمة واليهودية الاخريدية فكلنا اعتبر الآخر مهرتقا وكلنا اعتبر الآخر قد زاد على صحف إبراهيم وموسى وأنه من ضالين حيث حاجر هذا المعمد الجديد لكتب من الأبيونية التي هي بالأصل من صحف إبراهيم وموسى وضافا عليها بعض الترانيم والأدعياء وأيضا الكتاب المقدس بكتاب المدى الرسول لكن اليهودية لم تعترف كتاب المدى ومن هنا بدأ الخلاف أن النبي الجديد المعمد أرادا دعمهم خصوصا أن اليهود في تلك الفترة كانوا تجارا كما رأينا في الحلقات السابقة وذو سطوة وأيضا بيدعمه بغبيلة غريش المحاطة من النساطرة وكان يود هذا المعمد الجديد أن يبدأ تحالبا مع اليهود ضد النساطرة في جزيرة العربية إلا أن ذلك كما سنعرق لاحقا لم يكن موفقا به قد اعتبر اليهود هذا النبي من الأنبياء الكذبة ولم يتبعوه ولم يقولوا عنه أنه من بني إسرائيل وبذلك اتهمهم هذا النبي الجديد المعمد الجديد بالكذب والضلال لأنهم لم يتبعوا من هنا بدأت الخلافات بين هذا المعمد الجديد واليهودية بعد أن كان يريدهم في صفه لكنها مفتار فيها بينه وبين النساطرة فتاجر بالغالب يحاول أن يبيع العلاقات متساوية مع جميعه وذلك الأسباب انقلب عليهم النبي الجديد المبشر الجديد أو المعمد أو المحمد على اليهود وبعد أن بدحهم في القرآن واتضع تعليم ورقة باللين معهم إلا أنه تحلف مع البيزنطيين الأعداء التقليديين لليهود الذين تردوهم من أراضيهم في بلاد الشام بلا مكا وبذلك بدأت العداوة تتطور بين محمد الجديد واليهود في مكا وانتخذ هذا العداوة إلى باقي المناطق خط وصال إلى المدينة وسنغرز لذلك أعبوة الحنفية واليهودية التقليدية المتشرة في الجزيرة العربية سنتابع اليوم مناقشة الاختلافات بين النسطورية المتشرة في الجزيرة العربية والأبيونية الحنفية المسلمة في مداية تشكل الإسلام الناشط إن الحنيفية الأكتونية استضم بالنسطورية المتشرة في البلاد العربية لنبدأ بالاختلافات الهقائدية المساطر والمصور والمعتقدات تأسست كنيسة الشرق المعروفة رسميا بالكنيسة النسطورية في القدر الخامس وازدبطت بنسطوريس لأيسو أساطفة القسطنطينية وجهت إليه تومة الهرطق بسلب تعاليمي حول طبيعة المسيح فلقد أكد على التمييز بين الطبيعتين أنتنسانية والإلهية للمسيح مما أدى إلى اتيامي بتقسيم المسيح إلى شخصيتين منفصلتين التأثير التارفي كان المسطورية تكثيرا في الشرق حيث امتد تأثيرها إلى فارس وحتى الصين والهند وعلى الرغم ما تباريها بارتخام تبري مجمع أفسس في عام 431 إلا أنها استمرت بأشكال مختلفة لعدة قلود المسطوريون المتبطون بكنيسة الشرق كان لهم موجود في مختلف أنحاء الشرق بما في ذلك بعض المناطق التي تعتبروا الآن جزءا من المملكة العربية السعودية الحديثة وعومان والإمارات والقطر والبحرين كانت تأثيرهم واستيطانهم بشكل أساسي في المناطق التارية شفق الجزيرة العربية وممطقة الخليج الفارسي كان المسطوريون وجود ملفوظ في المناطق المحيطة بالخليج العربي هذه المناطق التي تشمل أزاءا ما يعرف الآن من المنطقة الشرقية السعودية التي كانت تحت تكثير الإمبراطورية الساسانية التي كانت تسلح للنسطوريين مع القرين من الطوائف الأخرى من نشافنا انتشرت النسطورية في اليانمن وجنوب الجزيرة العربية وكان المسطوريون معرفون بدولهم في التجارة والدولة في مختلف المدن التجارية على طول البريق التجارة لدته عبرت شمال جزيرة العربية كانت هذه الطرق غائبا تربط بين الإمبراطورية البيزنطية في الغرب مع فارس وأضعاد شرقا في بيئة الصحراء القاسية كانت الواحعة دور مستوطنات حيوية للبقاء والتجارة وكان المسطوريون مثل مجتمعات الأخرى يستقرون في هذه المواقع الصالحة للعيش في جميع أنحاء الجزيرة العربية في نجان على الروم من كونها معروفة بالشكل الأساسي وجود يهودي ومسيحي بما في ذلك النسطوري كانت نجان الواقع في جنوب الررب السعودية الآن مركزا بارزا للتنوع الديني في الجزيرة العربية قبل الإسلام وكان وجود نسطوريون في جزيرة العربية جزءا من نمط أوسع لباقي المجتمعات المنتشرة في جميع أنحاء تشق الأوسط وتفالوا مع مختلف الثقافات والإمبراطوريات وتكيفين مع بيئات سياسية واجتماعية مختلفة كان الأبيونيون طائفة مسيحية يهودية مبكرة وعرت عن الأرجح في القرن القوة رتزوا على الشريعة اليهودية واعتقدوا أن يسوح هو نسيح لكنه ليس إله رفضوا عبيرة بولوس بأدهاء الشريعة المسوية للأمم الأسمات المويزاهم على عكس النسطوريون كان الأبيونيون يؤونون بالتوحيد الصالم ويتبعون الشريعة والعادات اليهودية تتحريم لحم الخنزير والغسل والختان وكان الأبيونيون على عكس النسطوريين يؤونون بالتوحيب الصالم ويتبعون الشريع والعداد اليهودية اعتبرتهم المسيحية مبكرة خراطقة لأنهم لم يعتقدوا بأولوهية يسوع بل اعتبروه نبيا كباك الأنبياء وقد يظهر ويره أنبياء أخر إذن الاختلافات العقائدية تتمحور حول الناع النسطوريون يؤكدون على ثمائية طبيعة المسيح الإنسانية والإلهية وإذا اعتبر الأبيونيون يسوعا مسيحيا بشرا ونبيا وليس إله كان النسطورية انتشار جرافي وتكثير ثقافي أوصح خاصة في آسيا بينما كان الأبيونيون الأحناف أقلية هاجرت في الجزء الأول من القرن الأول من القدس وانتشروا واستقروا في شبه جزيرة العربية نقشت بعض المباريات الحديثة خصوصا المراجعين أن النسطوريون كان لهم تأثير كبير على تطور الناهود الإسلامي مبكت وممارساته وعنما ميشوريون إلى القرب الجرافي والثقافي من مجتمعات النسطورية من شبه الجزيرة العربية يقترحون أن النقاشات اللاهودية والخطابات المسيحية داخل المصطورية ربما شكرت بعض المذاب الإسلامية خاصة تلك المتعذقة بطبيعة يسوع ودوله كنبيا وليس كشفصية إذاهية فقط في المقابل ينظرون إلى الأبيونيين بتأكيدهم على أن يسوع كنبيا وتمسكهم بالشريعة اليهودية ويرى المراجعون على أن الأبيونيون هم جسل محتمل بين اليهودية والإيمان الإسلامي الناشئ وتفترض النظرية أن وجهت وجهة النظر الإسلامية اليسوع كنبي بشري وليس إلها ربما تأثرت بمذاهب الأبيونيين وترتبط هذه الحجر أوسع بأن الأسلام تمجع ناصر من كل من اليهودية والمسيحية الأبيونية غالبا ما تؤتد نظريات المراجعين على الطبيعة التجميعية للإسلام المبتق وتجادل بأنه لم يكن إيمانا جديلا تماما ماذا يقصد القرآن ومحمد عندما يشير إلى النصارى؟ يظهب البعض أن النصارى أتت من كلمة الناصرة أو مدينة الناصرة أو الناصريون الذين أتوا من الناصرة أو نزاريا بالمسيحية لكن لا وجود تاريخي أو أركولوجي للناصريين أي الذين أتوا من الناصرة إلا هذيك أن تعني الكلمة النصاطرة أي في كل مرة عندما يشير إلى النصارى يعني بهم النصاطرة إن هذا الطرح أخب بالواقع لأن النصاطرة كانوا منتشرين على كما قلنا في جزيرة العربية وربما منتشرين في مكة كالقصة المساعدة وهم أيضا وجودون حول مكة وحول المدينة وقد دعمهم الساسانيون أو الفلس الساسانيين ولعويا يمكن أن تختصر من الكلمة الطويلة بعض المقاطع الصوتية الصعبة وتتحول إلى كلمة أسهل فكلمة نصاطرة تشترق مع كلمة نصارى على الأقل في أول جزئين من الكلمة وسوتيا تخفض الطاق كحلف ثقيل وتشدر السين بتصبح صعدا فتصبح الكلمة النصارى بدل نصاطرة إذا ما الدليل أن النصارى هم النصاطرة؟ لنترأ معاً الآيات التالية ونلاحظ الذي أسماه محمداً أحلى الكتاب يتحالف معهم ويستفيد من تحالفهم مع الفلس الساسانيين في هذه الآيات يبدو أن معنى النصاطرة أقرب من المسيحيين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الضاعي أنا الليل وهم يسجدون يقولون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من حير فلن يكفلوا والله عليم بالمتقين إلا هنا تحصيص لأمة من أهل الفتاب تحصيصاً خاص من العام وفي سورة المعيدة لتجدن أقربهم مودة للذين أعمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون بحروا معي أقربهم مودة إذن القرب هنا قرب عقائدي وقرب جغرافي لكن في سورة التوبة أيضاً عندما احتدم الخلاف في يثب فقالت الأعية وقال اليهود عزيل ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوانهم يضاغون قول الذين قفروا من قبلهم قاتا لهم الله أن يوفكون إذن هنا لاحظوا النصارى الذين قاروا المسيح ابن الله الذين اعتنفوا بالطبيعة الإذاهية والطبيعة البشرية مع أنه فصروهم لكن القرآن يعتبرهم مشهدين البارك السياسي والصراع بين الأمبراطورية الساسانية أو الفارسية والإمبراطورية بيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية كان له تأثير كبير على السياف التاريخي الذي ظهر فيه الإسلام في القرن السالة واستمر هذا الصراع المعروف باسم الحروب البيزنطية الساسانية لعدة قرون وأثر بشكل كبير على تطول الإسلام حيث وجد محمد المملكة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية عبر الغساسنا الداعم الأطبع له ضد الإمبراطورية الإمبراطورية الساسانية ولا ننسى أن في السياق الجيوسياسي أصبح هناك فراغ السلطة التي فدت الحروب المطولة إلى إضعاف كلا الإمبراطوريتين بما حرف فراغ في السلطة في العديد من المناطق وخاصة في الشرق الأدنى وأصبح كلا الجيشان يهتمون بالعنصر البشري لرفض جيوشهم وجد البيزنطيون أن جيوشهم بحاجة إلى شباب من الجزيرة العربية فلذلك دعموا محمدا ضد الساسانيين الذين كانوا أيضا يجمدون من تلك القبائل العربية الخلاصة انتشرت كل النصرية والأبيونية في الجزيرة العربية بتأكفين أقوى للنصرية حيث كانت تدعم من قبل المملكة الساسانية إلا أن الحنفية القائمة على الأبيونية بدأت انتشر وتأخذ دعما من الإمبراطورية الرومانية على طريق المساسنة لتواجه توسع الفرس الساسانيين لتجند القبائل العربية لكي تقاتل معها وذلك يظهر جاريا عندما يخبر القرآن عن الروم أي أنه سيتصرون بعد أن نغلموا لماذا يقف القرآن ضد بمراطوريتين ويقف مع واحدة ضد الأخرى تبقى عالي الأسئلة لكم أصدقائي لنفكر بها ولكن أهم معه توصلت إليه أن النصاط رابهم النصارى المعنيون في القرآن سنتابر الحديث أكثر ونتعمق أكثر في الخلافات التي ظهرت بين النصاطر والحلفية الأبيونية مسلمة وكيف تجدرت هذه الخلافات الظهور في العقائل الإسلامية في رضا النظر بن الحارث من قلدة مثقف عصره في القريش قاف بلاد الروم والفرس ومجان وتعلم علومها وعرف أساطيرها وقصصها وتاريخها يقول ابن يشام في سيرته إنه قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديثا ومولوك الفرس وأحاديث نستم وأسنديار وكل ما كتب عنه في كتب السيرة يؤكد أنه مثقف وملم بأمروم عصره وقصص الأقدمين وأساطيرهم والتي أفسد بها على محمد أو النبوة في طولها الوكي وفي المقابل هناك محمد لأبي كبشا الدمعهوجي البلير المفوة ذو النزع السياسية الطامح إلى السلطة المطلقة والتصنط على رقاب العرب والعجم والتي يعبر عنها في سيرة ابن هشام والطبخات الكبرى لابن سعدن وغيرهم عندما ذهب بعض من ملائي القريش يطوبون من أبي طالب أن يلجم محمداً عن الزراع دينهم فقال له يا عمو إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تذين لهم بها العرب ويملؤون رقاب العجم والكلمة التي كان يريد محمد هي كلمة لا إله أن الله محمد رسول الله إذ أسلموا بالقيادة وآمنوا بزعامته النبوية فسيجعل الجزيرة العربية كلها بالإضافة إلى ملائي العجم حاضعة لهم فكان من الطبيعي أن يحدث استضاب الفكري بين الدعي الذي يروي تلك الأساطير المكيين بسجع الكوهان ويزعم إنها من وحي السماء وبين المثقف المكي الذي يعرف أحتيحة تلك الأساطير ومصادرها ويامل على تنوير قومه لأنها من وحي أهل الأرض يقول ابن هشام في سيرته فكان إذا جالس صلاع مجلساً فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبله من الأمم من نقبة الوعي خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال أنا والله يا معشر بريش أحسن حديث منهم فهلوموا إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثون عن ملوك فانس ورستوم واسم ديار فإذا كانت تلك القصص التي ينبيها محمد دايرا للنبوة فهو أيضاً يستطيع أن يتعي ذلك وبإمكانه أن يوروي أفضل منها وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذه الأساطير الأولين فتلك السور التي كان يتلوى في المجالس كانت شبيهة بسور القرآن وتأثيرها كان مدمراً لخطة محمد ولئذا فإن محمداً لم يتردد وحدة واحدة في أدامه على الفقور عندما وخع في خطته بخزوة بل الحتيم الطبيب النضر الحالف وقد قال ابن أسحاق عن سعيد من جبيلاً عن ابن عباس قال أزل الله في النضر ثمان آيات منها قرواه تعالى إذ تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين وقوله تعالى وقال أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيراً قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان أضروراً محيماً فكم كان خطر هذا الحكيم على داوة محمد إذا الحد الذي يذكره بكل هذه الآيات وفيه اتهام بمحمد متلقي القرآن من مصادر بشرية كورقة بنوفل وبالعار والراهب المحيرة لكن علم مضر وخبرته فاقدهم جميعاً ولم يستطيعوا أن يقضعوا حتى أن ورقة بدأ يبحث بالمشنات عن تحفاسين الحقامات وقصصهم بيرد على النضرين فتلك السور التي كان النضرين طواف المجالس من المؤكد أنها كانت شبيهة بسهن القرآن بل أبلغ منها وأجمل صيابة وتأثيرها كانت مدملاً على خطة محمد ولهذا فإن محمداً كان يتوعد له ولنمقصف جداً والمثير للشك إن جميع ما كتبه ومقاله المضارف ومعارضته وتحدي القرآن محمد شعراً ونثر قد اندثر كما اندثرت أشعار الجائلة قيلت في محمد في مختلف الشعراء أو من مختلف الشعراء ولو كانت محاولاتهم قاجلة لماذا إذن لم يحتفل بها التاريخ إلى الآن؟ يقول ابن هشامع إن القريشيون بعثوا النضر بالحارف ومعه حكمة ابن أبي معيطين إلى يهود يثلى بأنهم أهل كتاب وعندهم علم الأنبياء ليسألا عن أمر محمد فاقترح اليهود على النضر أن يسأله ثلاثة أسئلة بيظهر كذبة باعتقاد الشخصي أن النضر ليس بحاجة أن يسأل أهل الكتاب أو اليهود يثرباً عن هذه الأسئلة لأنه هو كما أعتقد كان على الديانة النسطورية بما أنه كان يتردد كثيراً على الحيرة وعلى فارس فهو على اقتلاع بكتب المسيحية واليهودية وأيضاً الكتب الفارسية الأقدم ويوافق معي في هذا الرأي جزئياً المستشب البريطاني ماردياث تيكيتادة وحمد نهوض الإسلام على أنه أعيناً على قناعة بأن اليهود لم يفرحوا كل الأسئلة لأن السؤال الذي يتعلق بالنائمين السبع هو مجرد أسطورة وأيضاً يتفق مع المستشب البريطاني ماردياث أن النضر قطر على التوراة والإنجير وأساطير الفرسي والروم ومقصصهم وأثبارهم وعولون مهم ومع ما يقل من أمه فإنه من المثقفين القلائل جداً في ذلك العصر إذن مع هذه الأسئلة الثلاثة التي زلزلت كيان الإسلامي ناشئ ومحمد في ذلك الوقت ويقال أنها كانت من الأسر لحي أن يهاجر إلى يسرب بعد أن لم يستطع الإجابة عن هذه الأسئلة لنرى مع معي هذه الأسئلة السؤال الأول عن فتية ذعبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجب والثاني عن رجل طواث قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كانت طبوءته وما هي مواجزاته والثالث عن الروح ما هي أعتقد أن ابن هشام هنا قدس ياد يهود خصوصاً يهود بنا قريبة قدس قصتهم لتبرير غزوهم من قبل محمد وأتباعهم فيما بعد واتكاب مزارة لاحقة لحقها وحتى إن صحت رواية ابن هشام نرى غل محمد وحقه حتى على كل من شكك لو بسؤال واحد في دعوته خمسة عشر يوماً مرت وكانت كافية أن يجيب محمد على هذه الأسئلة أن يتصل بمن في مقدورهم أن يعينوه في تلك المحنة ظهر محمد أخيراً بإجابات عبارة عن آيات تضمن إجابات على الأسئلة الثلاثة وبرر تأخذه بعذر سادج وسخيف إنه لم يقل إن شاءه حين وعد المكيين بالرد في اليوم التالي ولا تقولن على شيء إني فاعل ذلك غداً ثم تأتي الأجوبة المنتظرة بعد طول رياب انظروا إلى الآية التي يظنوا أن إله قد بعثها إليه بشأن أهل الكحر سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بادتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمعر فيهم إلا مراءاً ظاهراً ولا تستفت فيهم منه أحداً إله محمد المرتبخ لا يستطيع تحديد رابع الصحيح وهو جوار الامتحان والمضحك أنه يقول محمد في نفس الآية قل ربي أعلم بادتهم إذن إذا أنت أعلم بادتهم لماذا لا تقول يا رسولك كما عددهم لما تترتوه يتلنحه بين الأعداد من ثلاثة إلى سبعة لخمسة لستة حسناً إذا كان هو أعلم بادتهم إذن فلما تلك المياعة ربما ثلاثة خمسة سبعة كما قلنا ثم يقولون كلبهم سابعهم أو سادسهم وأيضاً لهذا حديث فهو في عدة تفسير أو في القصة الأساسية هو ليس كلبهم وكاذئهم أي ملاكهم الحارس هذا يعني أن محمد بعد خمسة عشر يوماً لم يأتي بالإجابة الحاسمة ومن أعانوا على هذه الإجابة قد ذوده بمعلومات مشوشة لا تروي ضمأ ولخصن الحظ محمد أنه قد مات دون أن يدري أصلاً أن قصة أهل الكهف هي قصة خيالية أصلاً ولهذا استبعد المستشقوا أن تكون هذه الأسئلة من إعداد العود فقصة النيام السبعة ليست مذكورة في العاد الجديد ولا القديم بل ذكرها أرسطو في كتابه الجزء الرابع من الفيزياء يقول أن هذه الوسطورة كانت متشرة انتشاراً كبيراً بين اليونانيين والباحث جون باف جون يقول أن الهنودة لديهم نفس الوسطورة والصينيين كذلك وقد كانت انتشرت في أنحاء أوروبا كقصة تعليمية وعظية ومن هنا جاءت إلى الشرق الأدنى مع التجار وأيهم ويمكن أنها جاءت مع المساطرة وكون القرآن تبرأ أهل الكهف هو قصة حقيقية ولم يشر إلى أنها قصة أسطورية شيء مثير للعجب والاستاجاب فكيف يروي إله محمد في كتابه السماوي والرباني قصة خيالية تصرف الدقون من كتاب ألف ليلة وليلة على أنها حقيقة تاليفية من قصص الأمم السابقة ونأتي إلى إجابة محمد عن السؤال الثاني عن الرجل الطواف الذي بلها مشارف الأرض ومظاربها فكانت الإجابة أكثر ببابية ورخاوة من الإجابة الأولى ويسألونك عن ذلك القرنين قل سأتلو عليكم إلى آخر الآية وهنا عايز محمد الأيران يأتي بالإسم العقيقي لصاحب أسطورة ذلك القرنين وجعل صحابته وكاتبي سيرته مفسري قرآنه إلى اليوم يتخبصون أن يتخبص قال ابن أسحاق إن ذلك القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مزرطان بن مدرب اليوناني من ولد يونان بن ياثد بن نوح وقال ابن وشام اسمه أسكندر وهو الذي بنى الأسكندرية فنسبت إليه ويقول ابن وشام في سيرته أن علي بن أبي الطالب لأنما سئل عن من يقول ذلك القرنين كان عبد الناصحا لله فناصحه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فسمي ذلك القرنين وجاء في الفترة المقريسية إن ذلك القرنين هو الصعوض من ذي مرائد من الحارس الرائش ابنهما الذي سدد بالعالي ذي منخ بالعالي منطاف بن سهد بن وائد بن كوممير بن سرق بن يشجر بن يعرب بن قهطان بن هود بن عادر بن شاله بن أرفشخ بن سام بن نوح وأنه ملك من ملوك حمياد ملوك اليمن وهم العرب العاربة آسلام يا سلام أليس كلها لتخبط دليل على أن تلك الآية المحمدية لم تجيء بأي فائلة تذكر وفشلت في الإجابة عن السؤال الذي طرح عليه وحتى أقرب الناس إليه وهو عليه تخبط في الإجابة عن ما سئل عند القرنين أما السؤال الثالث وهي ما هي الروح قفت تهربه منه إلى محمد قوله قل الروح من أمر ربي يا سلام إجابة مقنعة مانعة لا 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 ثالث لها لا ثانية لها أليس محمد هو مزام أن إله قال قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لن نفعل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا فكيف عجز هذا الإله لغم كلمات الذي لا تنفذ أن يعرف الناس بما هي الروح بعدة كلمات منهم أمر يدور العجب وهكذا كان سقوط خمدا في الامتحان مدويا قضى على خمسة عشر يوما من الغياب تلافا لوعده أتى القريشيين بأجوبة راتيكة عجز فيها أن يعترق من حقيقي لفتية أهل الكاث وفشل في أن يحدد شخصية دور قدنين وما هي تروح وأذ كانت هذه الأجوبة التي تركت أصحابه وأتبعه في حيرة ودخبط إلى الآن بوسعى أن تقنع القريشيين في ذلك الزمان وحاصة النظر والحارث الشخصي المثقفا واسعة الأقلاع إن واستوى عصره أن تقنعه بهذا الدين الجري ولذا إستاذ المكي الاغتنان بكرب وخمل وادعائه النبوة واتصال وحي به فأمال علم أن من التصرب هو رجل من الروم جاء علي ينشر الأليونية الحنفية وثمد على سقة بأنه مدعوما من الروم لأول سهور الأول جنون وكان من الطبيعي أن يفر إلى يسرب نتيجة الانفشرة ويتحول هناك إلى قاطع قريق يتجق من الهزوات والسلب والنحم والسبي ويفرد دينه وضع السيف على رقاب الناس نصل إلى آخر فصل من حياة النظر تتسارع الأحداث ويغير محمداً وأصحابه بعد أن عاجروا إلى يسلم على قافلة لقريش بما سموه فزوة بدر وينهبها هو وعصابته الجديدة تشكل ويلقي القبض على المدر وهو عائد من رحلته من الشام والخيرة يلقي القبض على مدني وثطف كل جريمتي أنه انتقده يوافق محمد على افتداء الأسرى جميعاً إلا على النظر بن الحارث وصاحبه فيقف النظر شامخاً ويأبى التدلل لعصابة محمد فوض حاوله بالمعرفة فهزمه ولو أراد النظر قد محمد لكان قادراً على ذلك في مكة لكن أفلاق المكيين كانت من الحضارة حيث اكترهوا القتل والغنائم وتوجهوا إلى العلم والأدب والتجارة ولكن محمد حمل معه النزوع إلى السمي والنصوصية النظر كغيره في القافلة كان غير محارباً وأفلاق العرب وقتها كانت لا تجيز قتل غير المحارب لكن محمد طلب من علي قتل النظر وقتل النظر صبراً شامخاً كالجبل لم يتفي محمد بمحي أثار النظر الثقافية بل أن أتباعه أثاره إسلام ابنه أن نضير ابن الحارب وحتى أنهم دستوا عنه أنه هاجر ومحمد إلى يثرت ولكن كيف يهاجر؟ وأبوه كان يعرف كربة محمد فمن المؤكد أنها في رواية مكتوبة بيثبت صحة الإسلام من وقتها منع محمد الشعر والفنون والعلم لكي تطفى أقول متبعي مبلقة وقد نجح في ذلك لم يكن من أصحاب محمد أي من العلماء أو الشعر أو أحد أصحاب المهن فانجمع حوله قتل ومتسلقين قال ابن إشام فقالت قتيلة بنت الحارث كخة النبر نرحارث في مقتر أفيا وانظر إلى مكانة المرأة في الشعر قبل أن يفنقع محمدا يا راكبا إن الأثير مظنة من صبح خامسة وعنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بأن جاكب تخفخ مني إليك وعبرة مسفوحة جاهدت توابلها وأخرى تخنقه هل يسمعنا المظر إن ناديته أم كيف يسمعا ميتا لا ينطق وما كان ضركا لو من أنت وربما من الفتا وهو المبيض المعنأ أو كنت طغب لفتية فلينفقا بأعس ما يظل به ما ينفطوه والنظر أقرب من أسرت طرابة وأحقهم إن كان عطقا يغطقوه بلت سيوف بني أديه تنوشه لله أرحام هناك تشققوه صبرا يقعد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق وهنا نصل إلى نهاية ملحمة النظر بن الحارث الذي لم يسكت عن الحق ومن وقتها والإسلام يلاحق ويكمم أفواها ملتقدي إلى يومنا هذا فدنتم بخير ودنتم ألسنة الحق في كل مكان وزمان أبو الحكم عمر بن إيشان الملقب بأبو جال من الذين ظلمه التاريخ الإسلامي رجل حتيم وسيد كنانة وسياسي وشريف في دار الندوة وإي عبارة عن برلمان لأحبي متع يختار له من هو وفوق الخمسين ومن عرف عنه طيب الخلق والنزاهة والعقل ليفدم ذلك المجتمع المدني أبو الحتم لبهائي وحنكته السياسية تم اختياره في مزج الشيوف هذا وهو قدن بدرا وعشرين وعاتقت أن فكرة دار الندوة مأخوذة من روما نعم هذه هي متى قبل الإسلام مجلس شيوف وسياسة وخريف طعبيا ومعتقل بدعوا محمد بنشي أفقاره بخرية ولم يتعذب له أحدا إلا أنه أصبح يهاجم بكلامه دلوفة واقتصاد مكة ويلعن آلهة الديانات الوقان من يهودا ومسيحيين ونصاطر تممثلين لدار الندوة نسخاب الحكم محمدا بالابتعاد عن الخشائر والكف عن سر بدياناتهم لأن هناك تعيش في مكة ولكلي خرية بعخيدته واختياره لكن أصبحان محمد يجمع من حول الصعريك والمنبوذين من قباههم وشكلوا خطرا على مكة فعس ذلك على أبو الحكم وكريش وقصد أبا طالا عن محمد ليرتعوا عن هذا الناس لكن محمد لقبه بأبي جهن تعابت أي حتيما جلس أبو الحكم وصافح محمدا وقال لور أسماني ما عندك فبدأ محمدا يتو عليه القرآن فقدما سمع أبا حكم القرآن قال قال تلاو اليمين لشهو الشعر والقصص التي نعرفها من أجدارنا والنظر ابن الحارف قد أصحل علينا قبل وأمي ابن الصوت من قبلكما فدعوا لمن دشاء يا ابن عمي لا تلا نسب الأديان الأفرق فدعى محمد إلهه أن يقوي الإسلام بعمرين أوردنوب أبي هشام أو قب جهل وعمر ابن الفطر زال محمد أبا طالب وهو يحتضر وقال له اشهد أننا إلاحة للمان لاحظوا أن أولم ثم لشعر أنم خمل رسول الله عمان ونظر أبا طالب إلى أبا الحكم وقال بل العلادي عطي المطارب أمول بعد أن كثرت مبايقات محمد للحجاج اجتمع سادات بوريشنوب في الخبائل المتية وقال للقاب المحمد ونخير وعليق معنا بشرط علم سرق ديوفنا وأديانهم أو يحل عنا إلى المدينة أندى أفوال عبد المقرم قلعوا بيوت وأرزاف هناك فسيعيش عيشة كريمة وليتأيذ تيني هناك من يشع لكن محمد لم يرهد بقابلتهم وكانت بيهانة لهم في ذاري فقال حدهون ويتسلق الأسوات ونفتح عليه الباب ولا تردوه فقال أبا الحكم بردب ونروع بنادي لا تفعلها فتصيل سابقة عند العرق لكن محمد رد جميل بغزج القوافر قريشن ما تبقى التلقي فخلج أبا الحكم من عطم عطة إذنه وشسار قريشن ليحموا القافلة فهجم عليه صعليك وحمد وضربوا بالرماح ثلاث صعليك أبا الحكم حتى وقع أبا الحكم أردا فآفلوا عبد وعن مسعود وقطع ساقه وإن ثم عتاه ابن مسعود وأواجع يخوان فجلس عبد مسعود على لقصي وقال له كش هد ما انت حمد فقال له لقد اتقيت مرتعا صعبا يا روعي عي القنم أو لقد اتقيت اتفعا صعبا يا روعي عي القنم فهز عبد الواهد مسعود رقص وخفع الغذنه وأتى بالرأس إلى رسول الرحلة محمدا فضحك محمده وقال أذنب أذنم والرأس زيادة عبارة عن أذنب أبا الحكم التي قتعت في الرد على أذنه أطواع المسور التي فضعت هيدا بكتلك معركة نعم أي أطراء والكرام نعم أي المستنعون الكرام نعم أي المساهدون الكرام هكذا يزول عكرم ابن أبو الحكم فارت أبيه في رزوة أحد والخندق وحتى عندما فزى محمدا مكة وفبيلته تسطى لهم أكرمه طاما بقي معه من فرسان وآتما إلى اليمن بعد احتلال مكة عندما سأدى أمير هساسنا أبا سفيان عما يفعله محمد قال لا أصبنه أو أطلب عليه بما ليس فيه لا تنكدبوا وزولوا تاريخ أبا الحكم وأروى وعبوا اللهب والنضر وأميه وكل من كان ذا عقلا ولم يستطيعوا أن اشتروك بالمار والسلطة تحدثنا في أحلقات السارقة عن المناظرات التي جرت بين محمد من جهة وأنضر بن الحالث وأبا الحكم الذي أسماه محمد بأبي جان أيضا تتذقنا للمحث في المساطر والأبيونيون الأحناف الذين أسسوا للإسلام وعد كان المساطر الممتشرون في شبه الجزيلة العربية وقد تحدثت ذلك متوسعا في الفيديوهات السابقة وسأضعها في التعليق قيبا والأبيونيون الذين تم مساندتهم من قبل الروم لمواجهة النساطر المدومين من الفلس الساسانيين وفي ذلك الوقت كانت هناك حروب دامية طاحنة بين الفلسي والروم في خنوم هذه الأحداث الكبيرة حدثت غير دريرات في الإسلام مبتر الذي بدأ بالتباين عن الحنيفية وقد حاجر أتباعه إلى الحمشة وفي هذه الهجرة أعلامات استفهام كبيرة تريد طالعنا في التاريخ الإسلامي أن هذه الهجرة حدثت بسنة بالتعاد المسلمين ومن اتشافات جديدة وإعادة كراءة التاريخ يمكن أن تخبرنا بدلالات أخرى لدشوق هذا الدين حمدت فيجرة المسلمين الأوائل إلى مملكة أكسوم المعروف أيضاً بالحبشة وهي أثيونيا اليوم على مرحلتين الأولى في 615 ميلادي والثانية عام 616 ميلادي أي في السنة الخامسة والسنة السادسة لنبوة محمد في نفس فتاة تقريباً تحدث هزيمة الروم البيزلتيين على يد الفرس وتوفق أيضاً في القرآن حيث يذكر القرآن أن الروم قد وزموا وأنهم سيالبون بعد هزيمتهم ومن علامات الاستفان أن النبي محمد نفسه لم يهاجر مع المسلمون الأوائل إلى مملكة أكسوم لكنه أوصى أتباعه بالوجوء هناك تحت حكم نجاشي هذه الهجرة معروفة باسم الهجرة الأولى قام بها مجموعة من المسلمين على حد زعم التراث الإسلامي للهروب من الابتهاد لكن محمد نفسه بقي في مكة ليس محمد فقط بل محمد وحديجة وأبا بقر وعليه إذا كان هناك ابتهاد فأليس من الأولى بقائد هذه المجموعة أو قائد هذا الدين الجديد أن يذهب أولاً فهو القائد وهو من يقع عليه الابتهاد أولاً وأخيناً أو ليس المقدبون من أتباعه من يقع عليه الابتهاد أولاً لكن مع هذه المصادفة الغريبة أتقع حرب بين الفرس والروم يوزم الروم يهاجر المسلمين الأوائل إلى الحبشة لأن فيها ملك عدد بمدر يعاجه إلى نجران مثلاً وهي قطرة وفيها تنوى طائفي وطل الله وديانته وفيها عدد كبير من الديغود والمسيحيين كماذا لم يهاجر إلى البحرين وهي كانت مركز المساطر الحبشة معيدة عن مكة ويجب أن يأخذ الفلق أو السفن ليوصلوا هناك إذن هذا سؤال منتقي يطرف نفسه أن يذكرون ذلك بأن الحبشة هم خلفاء روم إذن نجو إلى النبي محمد بماذا لم يهاجر جمعه إنه ليس هجرة واحدة إلى الحبشة والتمرت على مرحلتين في عام ستمائة وخمسة عشر وفي ستمائة وستة عشر وقد تكارن عهد السير والتواريخ كالواقدي عدد منهاجر من المسلمين إلى الحبشة في الهجرة الأولى والثالية وإنهم كانوا في الأولى إثناء عشر رجلاً وأربع نسوة ومنهم واحد منهاء لهذه الأسماء أسماء كبيرة عثمان بن عفان وامرأة غرقية أو خديفة بن عطبة وامرأة سهلة بن زعيل الزبير بن العوام مصر بن عمير عبد الرحمن بن عوف أبو السلم بن عبد الأسد عثمان بن عبد مضعون عادر بن ربيع العنزي وامرأة ليلة أبو سبرى بن أبي رهم وعبد الله بن مسو وفي اجتريجة الثانية إلى الحبشة كان عددهم ثلاثة وثمانون رجلاً وثمان عشر مرأة أو تسع عشر مرأة وكان رجوعهم أي أصحاب محمد من الهجرة متفاوتاً وآخر من رجع منهم جعفر بن أبي طالب ومن معه من المؤاجرين بعد فتح خيبر وضزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة أي هجرة؟ الهجرة إلى مدينة فيكون بقاء في الحبشة قد دام حوالي خمسة عشر سنة بعد كانوا يفعلون في الحبشة لمدة خمسة عشر سنة أكاد ينشرون الإسلام؟ لا، لماذا لا حدث الروم؟ الذي حدث في اعتقاري أن هزيمة الروم على يد الفرس أثرت داحلياً على الحلفاء فحلفاء الفرس المصاطرة أو المصارى قد فازوا على حلفاء الروم وهم الأبيونيين ومنهم محمد الذي كان يدعو إلى الحلفية بعد سمي الإسلام إلا انذهبوا إلى الحبشة وقد تام وقاءوا هناك مدة خمسة عشر سنة نرجع إلى القرآن ماذا أسمعه النجاشي في أول زيارة لهم؟ أسمعه سورة مريم وطبعاً في الدراث الإسلامي أنه الصخرة لهذا في كلامه قال أنه ليس كلا أبو بشر لماذا احتروا سورة مريم؟ وقد نقشت ذلك سابقاً هل ليذروا عقيدتهم المسيحية؟ هل ليوافقوا مع النجاشي أن هناك ولادة عدرية ليسوى؟ وأن يسوى بشر يختلفوا عن الأبيونيون المتشددون الذين كاموا يفعلون أن يسوى هو أدوى الإنسان أبو يوسف النجار؟ وهل كان النجاشي أصلاً يعرف العربية؟ ليقول أن هذا الكلام لسحراً؟ إلا الرجوع كان قبل غزوة خيبك ولنجع قليلاً إلى العيجة الثانية إلى الحبشة حيث في نفس السنة أسلم عمر بن الخطاء تواني الأحداث غريب هل كان المسلمون الأوائل في الحبشة كمعسكر تدريباً مع خلفائهم لكي يحارب المساطرة والفرس لاحقاً؟ انظروا إلى الأسماء التي ذهبت صوصاً في الهجرة الأولى أظلمهم أصبحوا من القيادات العسكرية في الدولة الناشئة إذن لنراجع ترتيب الأحداث يقى محمد وحديجة وعلي وأبابق في مكة يهاجر رثمان الطلاب المزهود وزن مصيد وغيرهم إلى الحبشة يقدون خمسة عشر عاماً هناك خلال هجرة أولى ومن ثم موجة ثانية من الهجرة ثلاثة وثمانون شخص تتفاوت رجعتهم فمنهم من بقي خمسة عشر عاماً كجعفر بن أبي طالب في الحبشة ترقوا التدهيد ثم جاءوا بعد فزوة خيبر في رأي هذا هو التمتيب الأقرب للحقيقة كما يقول بمثل شولم المغروب على الشام إذن هناك مصطحة في هذا اللقاء ويغني إذا حدنا كلمة مصحف هو مأحوذ من اللغة الحبشية أو الأمهارية إلى بلاديهم ومن ثم عسموا القرآن به مصحف وإذا الآن ما زلنا نستخدمه نجح إلى قضية التحالف فصلاة التحالف العسكري إذن دول كبرى دائماً لها بلفاء رهما كبر حجمهم أو صدر فتحاول هذه الدول تدريبهم كما يرى الآن في التحالفات العسكرية العالمية فبعد أن وقبنا في الحلقات الماضية عند الهجرة إلى الحبشة وتداعياتها على الإسلام ومن ثم تزام ذلك مع إليزام البيزنطيين اليوم نتابع الهجرة إلى المدينة أو الهجرة إلى يسأب حيث تطالعنا الأحداث بأن جماعة من يسأب التقوا بالنبي محمد وأقنعوا بالهجرة إلى يثرة وحصل ذلك في سنة 622 حيث هاجر محمد مع أبا بكر وبقية أصحابه لتبدأ مرحلة الجديدة في بناء الدولة الإسلامية في المدينة وهي أول دولة إسلامية أوليت في عصر النبي محمد يتزام ذلك مع انتصار الرومي بيزنطيين على الفرس الساسانيين قبل أن نتابع أتمنى من الجميع الاشتراك في القناة ومشاهدة باكتب بيديوهات لنعرف كيف وصلنا إلى هذه النتيجة إذن الهجرة أولى إلى الحبشة بين سنتي 615 و 616 يتزامن ذلك أيضاً مع الهجرة البيزنطيين على الساسانيين ومن ثم الهجرة إلى يثرب ويتزامن ذلك مع السعادة الصيدرات البيزنطيين الروم على القدس إذن يأتي وفد من يثرب إلى مكة ليعرضوا على محمد الهجرة إلى يثرب وبناء دولته هناك يتزامن ذلك مع انتصار الروم هل يمكن أن يكون الوفد من يثرب قد شجع من الروم البيزنطيين لتقاربوا مع محمد ليبدأ في بناء دولته القوية من يفرثاً لنضع الأحداث بالتركين قصر حسار القدس آن سبتماء والمفاعد في ميلادي الساسانيون بالتحالف مع المتمردين اليهود وتنتبه هنا إلى التحالف والمتمردين اليهود استولوا على القدس مما شكل ضربة قاسية الإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية سقوط مصر ستماء وتسعة عشر استولى الساسانيون على مصر واحدة من أهم المخاطعات في الإمبراطورية البيزنطية احتلال الأندول ستماء واثنان وعشرون قواة الساسانيين طوالت بعنق في أرض بيزنطيين واحتلت أجزاء من الأندول يتزامن ذلك مع الهجرة إلى الحبشة الحلفاء الطبيعيين إلى الروم إلى ملكة أكسوم من مكة إلى الحبشة يتدرب المسلمون الأوائل هناك لكي يدعم الروم في حربهم ضد الساسانيين ستماء وخمسة عشر ستماء وستة عشر الإجرة إلى الحبشة الآن بين ستماء واثنان وعشرون وستماء وثمانية وعشرون خزم خسر الثاني ملك الساسانيين واستعاد الإمبراطور هرقل كل الأراضي التي خسرها مع الساسانيين وأخيراً خزم خسر الثاني سنة ستماء وسبعة وعشرون في معركة نينوى التي انتهت بحذب معاهدة سلام بستماء وثمانية وعشرون إلى حال التاريخ بدأ محمد ببناء دولته بمباركة قوية من البيزنطيين وسنجد فيما بعد أن البيزنطيين حقدوا على اليهود لوقوفهم مع الساسانيين وسنرى أن أول من أوائل معارته تضحيبا بمدحي الكلبي ليناصره من الروم وكما قال دحي الكلبي هو جبريل أو يظهر بصورة جبريل تزالنا ضريب جداً بضينا حقيقة الأحداث وإن الإسلام قد يكون قد نشأ كحركة بيزنطية من دعم البيزنطيين لاستمارة العرب في الجزيرة العربية ليكونوا خلفاء لهم مع المصريين أي الأقباط المصريين ومملكة أكسوم والغساسنة في ذارتها الزمان على المصرى محمد الإلياثر انضمت إليه حسار مثابت شاعر الغساسنة الذي كان يمضح الغساسنة خلفاء الروم جاء ليسانده بالشعر وقد بدأ بذنب قريش وبطونها ولكي يعطي السلطة لمحمد في ذلك الوقت يتزامن ذلك أيضاً مع قدوم شخص من فارس يسمى سلمان الفارس مان الفارس الذي سيأتي بعلم الأذيار من كافة الدوار والقارات من آسيا إلى أوروبا ثم إلى جزيرة العربية فقد كان له التأثير الأكبر على تطور الإسلام حيث كان داعشة تقول أنه كان يقضي موضم اللياري مع محمد يتسايرون حتى غالت منه نساء محمد لكثير وقت الذي يقضيه معه حظون في هذه الحلقة أن محمد كان يتصرف كالمسيح فالتلابيده يمشون معه من هارتين إلى أغرى ومن متاني إلى آخر يتكلمون مع الناس في المدينة ويتطمصون على المسيح وأتبعه في هذه الحلقة سوف أركز كثيراً على سلمان الفارس وهو من الشخصيات التي تستحق التركيز سأركز على حديث سلمان عن نفسه الذي أعتقد شخصياً بأنه من أهم الأحاديث التي توطينا ممضة في تاريخ الإسلام الذي يبدو للدارسين كالثقب الأسود التحق سلمان بطالفة معينة من المسيحية أسها من الشام وعلى ما يبدو فقد تهدع الطائفة وأتباعها لأن كل أسقف كان يبعث سلمان إلى أسقف آخر حتى قال الأسقف الأخير في عمورية إن هناك نبياً أو مبشراً يظهر في شبه الجزيرة العربية ويعطيه أوصافه يتزامن ذلك مع موت ورقة بن نوفر أسقف مكة وعراب محمد وبعد زيارة أمية أمني أب الصلت إلى جنوب دمشق ومعرفته أنه ليس النبي المختار لكبريسيني وأن النبي المختار هو محمد بتسكية من ورقة بن نوفر ودعم من الأساسنة العرب المتحالفين مع الرومي سلمان يختبر ليعرف إن كان محمداً هو المبشر المختار يسأله عن ختم مبوة هل جار سلمان كمبعوث لدعم محمد بعد أن هاجر أحمد إلى المدينة وبعد موت ورقة بن نوفر لينقل لمحمد الخبرات التيجة معها سلمان عن الديانات واللغات المختلفة من الفارسية والغريقية والأرامية والسوريانية روى أنس بن مالك عن النبي قوله الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان كما روى أنس قول النبي محمد أنا سابق ولد آدم وسلمان سابق الفرس وفي يوم الأحزاب لما تحجج المهاجرون والأنصف سلمان الفارسي كل منهم يقول منا سلمان فقال محمد سلمان منا أهل البيت كما أن سلمان كان سبباً في نزول آية إن الذين آمنوا والذين هادواً والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حين أخبر سلمان النبي محمد خبر أصحابه من القسيسين الذين صحبهم قبل إسلامه فقال كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث فقال النبي محمد سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان وقال لو أدركوك صداقوك واتبعوك فنزلت الآية في الفيديوهات السابقة قد ذكرنا أن انتصار الفرس على الروم أدت إلى الهجراء الحبشة الأولى والثانية إلى مملكة أكسوم أو الحبشة حرفاء الروم البيزنطيين والهجر الثانية إلى يفرق وغزو حيبر يتزامن ذلك مع إيزام الفرس وانتصار الروم البيزنطيين واحتلال أو استعادة القدس وأيضا بما أن اليهود وخفوه مع الفرس الساسانيين انتقم منهم الروم عندما دهدوا القدس لم نستطيع أن نفوكها للأحداث عن دهي الكلب الرومي وهو الذي كان يأتي إلى المدينة بصورة بهية وهو في أضلب الأحاديث يصد بأنه كان أشقر الوجه أبيض دو عينين ملونتين وهو من الصفات الرومية في ذلك الوقت بعيدة جدا عن صفات جزيرة العربية ثم أن تحيا الكريمي ونسبه لقبلة كلب الذي نسبه لها ألا إذا كنا قبلت كلب أيضا بمن أتى بسلمان الفارسي إذا تتبعه بحلقة سنرقة ستجدوا أن أيضا قبلة بلو كلب لهبوا في تجارة وأحضروا سلمان الفارسي معه إذن قبلة بلو كلب نحط تحتها خطين وعلاقتها بالأساسنة والروم ما علينا؟ نتبع الآن قصة دهي الكلبي ودهي الكلبي في بعض الأحيان يقال أنه هو نفسه جبريل حيث كان يظهر بصورة جبريل وهو الذي ظهر أيضا عند نقز خيبر وحفظوا على رزو خيبر بصورة دهي الكريم الكلبي أي جبريل بصورة دهي الكلبي إذن دهي الكلبي وقصته مع الإسلام إذن نبدأ من هو دهي الكلبي أولا اسمه دهياء دهياء هو من مشتق من قائد فصيلة أو قائد فيلق فاسمه أصلا اسم عسكري دهياء وهو ذي المعروف كثيرا في الجزيرة العربية يقال حسب علماء المسلمين أنه من الصحابة وهو من كبري كلب العقض أين أتوا بهذا النسب فهو بالدهياء بن خليفة بن فروة بن فضالة نعوف الكلبي من قبيلة بن كلب وكان حسب علماء المسلمين يسكن في دوحة الجندر إذن أيضا دهياء كان مرسول الرسول أو مرسول النبي إلى قيصر في حمص نضح الطينون مرسول الرسول إلى قيصر إذن أن هذا يجيد منه التي تكلى بها الروم أنه كان سعيدا هناك وقد شهد دهياء معركة الياموك وكان على كردوس أي على مجموع عابد الفسان صدفة غريبة وقد نزل دمشق وسكن المزال في عهد معاوية أيضا صدفة غريبة أن يرداد إلى أماكن الروم في خلافة معاوية إلى كيف جاء جبريل على هيئة دحية؟ فيما ورد هذا كما في حديث أسالة بن زيد أن جبريل أتى النبي وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم وقال قال النبي ليوم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية فقال ثم الله ما حسبته إلا إياه هذا حديثنا هدى المسلمة حتى سمعت خطبة نبي الله وهو يخبر عن جبريل وهو البخاري ومسلم غريب أم سلمة لا تعرف جبريل من دحية يعني التربيع مع بعضه دلقية ليس لدى من الحليف الثاني إذن هل محصود هنا أن جبريل يتلبس بجسم دحية؟ طبع حسب عدم المسلمين لا يتلبس بجسم دحية وحسب وسنقلعه الآن دحية هو جبريل هو الذي كان يأتي بصورة جبريل وهو كان يأتي بالوحي لنا حدث في حديث نفرق حديث جامع مثلا أن رسول الله عرد عن الأنبياء فإذا موسى ضرم من الرجال كانه من مجال شنوءة وعيسى ابن مريم أقرب شبها من عروب المسود وإبراهيم أقرب بصاحبكم يعني نفسه يعني النبي وجبريل أقرب إلى دحية يعني كما ذكرنا في حلقات سابقة أن قصة الوحي كلها قصة هنسية جماعة من يشبهون أعطي صفات الأنبياء أعطي صفات سماوية وبدأ بتعميد محمد لذلك كله مذكور في حلقات سابقة وهذه فعلا حلقة وأما تؤكد بتوصلت لي لأتابل عن عمر عن النبي قال وكان جبريل يأتي النبي في صورة دحية مرة أخرى أولا هذا هو على الأمام إمام أحمد في مسند وصحّحه وحققه في مسند للذين يضاربوني بالرفرنسيز بعم رأيكم بهذه الرفرنسيز تشاوف السورة يعطينا هنا إشكال كبير يعني كيف يعني جبريل من كل أولاء البشر لم يختار إلا دحية طيب يقال أن محمد رأى جبريل مرتين في صورته غير الدحيوية يعني يقول الدكتور أمر الأشقر أن في صورة ولقد رآه بالأفق المبين يفسد جبريل ولقد رآه نزلة أقرى عند سدرة منتهى طبعا هذا عند الإسراء والمعراج وورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضى من يحبها والبفن سادت الرسول إنما هو جبريل لم أرأوا على صورته التي خلق عليها غير أتين الوبتين للقوة لعائشة بأيته من هبط من السماء سادا أو محوق بين السماء والأرض سألت عائشة عائشة كان ذكية جدا في أسئلتها ثم أدنى فتدنى فخالد إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة الرجال بعد كاك يا عائشة وإنه أتاه هذه المرة في صورة التي هي صورته فسد أفق السماء غريب يعني هذا حديث سالا عديث مسلم مئة وسبعة وسبون يعني يحدثنا أن من الوحي كان بشرية أن شخصا أتى إلى محمد وقال دعوه اقرأ وعمده للتابة في صحيح المخاري رأى محمد جبريل ولو ستمائة جناح كم جناح ستمائة ملتاز إذن دحية هذا يعني مخلوق عجيب يعني مرة يكون جبريل ومرك وان دحية وفي حالتين يكره الياود غريب كما كان الرومان يكره الياود لذلك الوقت وفي مسدد أحمد الإمام أحمد قال رأى الرسول جبريل في صورته ولو ستمائة جناح إذن الرسول يعرف جبريل جيدا وقد رأى فلماذا يقول أنه يأتي في صورة دحية تفعل شيء عجيب ويقال أن عائشة في حديث عائشة قالت يا رسول الله ما دالك تطول الوقوف مع دحية الكلبي وعبارك تأدده في كل وقت ولا تهجبه ولا تمنعه في أي وصيد في فيقيم النبي وسلم نساءه وعائشة استضرب حتى أبو بكر أباها لم يكن يأدده الرسول بالدخول لكن دحية كان مكشوف عنه الحجاب يدخل بأي نوم عائشة حتى هو كان نبي مع نسائه طبعا واما حتى حصلت يعني برؤل عن هاي امرأة عندها رسول ويدخل البيت ويسلها محمد يقول لنسائه الان الوقت لدحية وما راك قط عبست في وجه إذا كان النبي يعبس في وجه غير عندما يأتي بأي إلى نسائه فقال محمد أولا أيته قالت لا يا رسول الله بأي أني رأيت من وعجبا اليوم قال أومدلك يا عائشة بخلق كان يلبس بردا أبيضا ووشاها أبيضا ونعنا أبيضا وما رأيت دحية بعدد قبل ذلك يلبس أبيضا إلا قليلا فقال النبي أبشر يا عائشة فإنما ذلك جبريل كان يخبرني بأمر ربي فقلت إنما كان دحية فقدروا أنا يعني عائشة كانت ذكية جدا دائما عان وردودها ذكية جدا لم تكن تخاف من النبي كبقية نسائه وصحابته فماردق قلته إنما كان دحية وقال أجل ما كان جبريل يأتيني في سورة أحد البشر إلا في سورة دحية الكلوي فمن قالت عائشة من يومها كان دحية في نفوسنا مكان يعني يا لك يا هنيا لك يا دحية الكلب كان لك في نفوسي يا أسقر الشاري يا أبيض الوجه يا أزرق العيني أحسن 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 أحسن